تظاهرات عديدة شهدتها المدن الإيرانية خلال الأيام الماضية واجهت تهديد مباشرة من قبل المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجائي قائلان بأن الهيئات القضائية والأمنية ستجابه بكل حزم كل من يريد تقويض أمن البلاد موظفان أن إثارة التوترات تعتبر جزءا من الحرب النفسية الأمريكية ضد إيران واعتادت سلطات الإيرانية اتهام المحتجين بالعمل ضمن مؤامرة خارجية ضد نظام الإيراني لكنها في الوقت ذاته تخشى عودة موجة احتجاجية غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة نتيجة الاقتصاد المتدهور والانهيار الجزئي للاتفاق النووي وبحسب مراقبنا ستغذي الأوضاع الاقتصادية المتدهورة الاحتجاجات في طهران لعدم قدرة السكان على تحمل كلف الحياة الأساسية حيث يعاني الاقتصاد الإيراني من تدهور مستمر تحت وطأة إصرار النظام على مواصلة سياساته الخارجية الضارة بالإضافة لرفضه تعديل الاتفاق النووي بما يضمن التوقف عن تطوير البرنامج الصاروخي ودور إيران في المنطقة ما دفع الجانب الأمريكي لانسحاب منه وفرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية من جهته صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن الأمريكيين يكذبون حيال زعمهم أن الهدف من فرض الحضر ليس شعب إيران مؤكدان بأنهم يستهدفون الشعب على وجه الخصوص مشددان على ضرورة تنشيط القطاع الخاص لسلب أمريكا أداتها الرئيسية في ممارسة الضغط وذلك بحسب تعبيره